تبدل سيد رئيس عبد الفتاح السيسي مبارح التهنئة مع عدد من الرؤساء والملوك بمناسبة عيد الفطر المبارك تلقى سيادته اتصال هاتفي من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وتمنى لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار أجرى سيادته أيضا اتصال مع كل من الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كمان امبرح أجرى سيادة رئيس اتصال مع كل من رئيس العراقي برهم صالح ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي متمنيا سيادته للعراق الشقيق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار وكمان أجرى سيادة رئيس اتصال مع الملك عبدالله الثاني ملك الأردن وأعرب سيادته عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيا للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء وأيضا أجرى سيادته اتصال مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر وتم تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كمان امبرح كان في مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة منها تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وصدور 179 قرار علاجة على نفقة الدولة خلال شهر إبريل واستجابة منظومة الشكاوى الحكومية لعدد كبير من شكاوى المواطنين خلينا نشوف أخبار كثيرة مهمة حصلت مبارح منها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقدم بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفي برقيته بهذه المناسبة جدد الدكتور مصطفى مدبولي العهد للرئيس على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات مبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجهود المبزولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر إبريل اللي فات وأشاد رئيس الوزراء بالتعامل الفوري للجنة مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي وأيضا سعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتنسيق مع الوزرات والجهات المعنية وتم صدور 179 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا كمان إمبارح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أعلنت استجابتها لعدد من شكاوى المواطنين اللي بتتعلق بالحصول على مستحقتهم المالية ودفق طار جهود تأسير مختلف الإجراءات الخاصة بتعامل المواطنين مع الجهات الحكومية المختلفة وإمبارح أعلنت دار الإفتاء المصرية عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هجرية وقال مفتي الجمهورية أن النهاردة هو المتمم لأيام شهر رمضان المبارك وأن بكرة 2200 هو أول أيام عيد الفطر المبارك برح كمان اللواء محمد توفيق وزير الداخلية عمل اجتماع مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية لمتابعة إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك ورفع درجة الاستعداد والانتشار الأمني المكثف لضمان سلامة المواطنين عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعده والقيادات الأمنية كما تم التواصل مع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاستعراض ثوابت استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية وما تحقق من أهدافها في شأن حماية أمن المواطنين وزير الداخلية قدمت تهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية مشيرا إلى أن الفترة الماضية قد شهدت تحديات ناجمة عن تداعيات الأحداث العالمية الجارية وأن الجهود التي بذلت من قبل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة كان لها بالغ الأثر في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتابع مع القيادات الأمنية بمدريات الأمن على مستوى الجمهورية محاور خطة تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعضة وأطر التنصيق بين مختلف قطاعات الوزارة لفرض معطيات الأمن ودعائم الاستقرار بما يرسخ الوجه الحضاري للبلاد وشدد وزير الداخلية على ضرورة اليقظة الأمنية ورفع درجة الاستعداد والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهم والحيوية بالدولة وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل كما شدد على تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات المرورية وعناصر الشرطة النسائية لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة كما وجه بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريع والمحاور والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمن الحدودية بين المحافظات والتمركزات السابتة والمتحركة وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولات المرورية وفي إطار ضبط حركة الأسواق وجه وزير الداخلية بمواصلة الحملات التمونية لضبط جرائم الغش التجاري والتحقق من توافر مقاومات الصلاحية للسلع لحماية المستهلكين والتصادي لمختلف الجرائم التمونية بخاصة محاولات حجب السلع بقصد رفع أسعرها كما شدد وزير الداخلية على التوجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الآداء الأمني والتأكد من انضباط القوات والتزامها بتنفيذ الخطط الأمنية على النحو الأمثل كما أكد على أهمية مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصادي لكل ما يمس أمن وسلامة المواطنين وفقا للأطر القانونية معربا عن ثقاته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام المكلة إليهم لحماية أمن المواطنين ترجمة نانسي قنقر